السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم والحلقة التلاتة واربعين من مسلسل الخائن في الحلقة دي سامر وامه بيكونوا في السيارة وامه بتسأله وبتقوله احنا رايحين فين فسامر بيقول لها انا وانتي رايحين على جهنم وامل بتفضل تتصل على سامر لكن سامر ما بيردش وتيا بتروح لامل وبتقول لها هو انت رصيدك مش بيخلص بيتهيق لان شغلانت الجرسون مش بتجيب فلوس زي التجسس فامل بتقول لها عن اذنك عندي شغل وبتيجي تمشي فتيا بتمسكها وبتقول لها اسيل هتروح حبيبتك الغالية فامل بتقول لها سيبي ايدي فتيا بتقول لها لما تروح مش هتلاقي حد يحميكي علشان كده احسن لك تتكلمي معايا باحترام فامل بتقول لها هيحصل ايه لو ما تكلمتش باحترام فتيا بتقول لها هتعرفي ايه اللي هيحصل لما ترودك من هنا فامل بتقول لها خليني اعمل كم تليفون قبل ما تترديني فتيا بتقول لها برافو عليكي وأمل في الوقت ده بتتصل على سامر لكن بتلاقي التليفون مقفول فبتبعت له رسالة وبتقول له كلمني فورا يا سامر وبعدها بتدخل على جوة وفي نفس الوقت عماد بيكون في الجمعية وقاعد بيتكلم مع واحد عن الشغل وبيدي له ملف وبيقول له ان الملف ده في كل حاجة عايز يعرفها عن المناقصة ولو حابب يعرف اي حاجة تانية ممكن يتصل بي في اي وقت لكن عماد بيكون قاعد سرحان وعمال يفكر في ام سامر والراجل اللي قاعد معاه بيقول له كنت بكلمك عن المناقصة فعماد بينتبه وبيقول له خليني اقرى الملف الاول وهالة بتقول اللي موجودين يلا عشان نقوم ناكل فنورة بتندح على تيا وبتقول لها انت كويسة فتيا بتقول لها ايوة وفي الوقت اللي هم بيتكلموا فيه تيا بيجي لها تليفون من رانا وبعدها سيف بيكون في السيارة وبيفتكر كلام اسيل لما قالت له خلي بالك من يزن وكمان قالت له مش ده اللي انت كنت عايزه انا هروح وفي الوقت اللي هو بيكون عمال يفكر فيه بيجي له تليفون من تيا فبيرد عليها وبيلاقيها خايفة جدا فبيقول لها ايه اللي حصل فتيا بتقوله ان رانا كلمتها وقالت لها ان زينة بسخنة جدا وان هم رايحين دلوقتي عشان ياخدوها على المستشفى فنورة بتاخد منها التليفون وبتقول للسيف ما تقلقش دي حاجة بسيطة وهتعدي فتيا بتقول لها وانت عرفتي منين بقى فبتقول لها انا ربتي كنتي واخوكي وعارفة الحاجات دي كويس ومش كل ما البنت تتعب هناخدها على المستشفى وبتقول للسيف ما تقلقش لكن تعال ورانا بسرعة فسيف بيقول لها ان هو جاي وبتقفل معايا وتيا بتكون قلقانة وبتقول لها سيف جاي فبتقول لها ايوة وفي ماشهد تاني سامر وامه بيوصلوا على مكان وسامر بينزل امه من السيارة وبيقول لها فكرتيني هاخدك على البيت اللي رمتيني فيه بصي على المكان ده كويس وفتكر نفسك وانتصابية وبيفضل يعاتبها على اللي هي عملته فيه وبيفتكر كمان الاغنية اللي كانت بتغنيها وبيقول لها ان هو على طول كان بيغني الاغنية دي في كل مكان حتى لما تضرب بالسكينة كان بيغنيها وبيقول لها كمان فاكرة لما سبتيني عند الست دي وقلت ان انت هتجيلي وهتزوريني ومشيتي ومرجعتيش مرة تانية لان انت واحدة كذابة فام سامر بتقوله حاول تسمعني مرة واحدة وبتفضل تبكي لكن سامر بيقول لها انت واحدة كذابة انا كنت بسرق علشان اكل فبتقوله ان هي كانت دايما بتبعت له لحد ما كان عنده 18 سنة فسامر بيقول لها ان الست اللي هو كان قاعد عندها طردته ولو ما كانتش عملت كده كان هو هيهرب لانها كانت دايما بتضربه فامه بتقوله انا ما كنتش مستعدة اني اكون ام فسامر بيقول لها يعني انا اللي كنت جاهز علشان اعيش زي اطفال الشوارع وبيسألها انت ايه اللي جابك هنا فبتيجي تتكلم لكن سامر بيطلع فلوس من جيبه وبيدهالها وبيقول لها دي الفلوس اللي انت سبتهالي عند الست وانا صغير ودلوقتي ردت دينك وانت ملكيش عندي اي حاجة فام سامر بتقوله مش عايزة فلوسك فبيقول لها انا لو كنت فاضي كنت حكيتلك عن الشوارع اللي كنت بقعد فيها شبر شبر بس مش قادر اتحمل وجودك بتكون خارجة من البيت ومعها نادين ونادين بتقول لها روحي كم يوم على القليل ولو حبيتي تحكي مع حد تكلميني فاسيل بتقول لها ان هي هتبقى كويسة وبتطلب منها ان هي تبقى تطمن على يازن فناديين بتقول لها طبعا ما تشيليش هم حاجة فاسيل بتشكرها ونادين بتقول لها انت رايحة تصف زهنك وترتبي افكارك وهيكون عندك وقت طويل عشان ترجعي كل حاجة وانا واثقة ان انت هتلاقي طريقك وكمان هتلاقي حلول ونفس الشيء هيحصل مع يازن والمسافة دي هتخليه راجع نفسه مرة تانية صدقيني فاسيل بتقول لها مش متأكدة من الكلام ده وبعد اللي عشتوا مبارح بقيت بحس ان انا مخنوقة في البيت ده فناديين بتقول لها الفترة دي هتريحك بس ما تطوليش وبيسلمه على بعض واسيل بتمشي وبعدها اسيل بتكون في السيارة وبتفتكر كلامها مع الدكتور رفيق لما قالت له ان يازن اتولد هنا وان ده بيته وكمان بيتها وان هي مش هتمشي من هنا ولازم سيف هو اللي يمشي لان هو اللي خان وكمان بتفتكر الجواب اللي لقيته على الباب واللي كان مكتوب فيه مكانك مش هنا يا اسيل وكمان لما يازن طلب منها ان هي تروح من هنا لانه هيكون مرتاح من غيرها ولما سيف رح لها البيت وفيدل يبكي قدامها عشان تمشي وفي الوقت اللي هي عملة تفتكر فيه بتكون حزينة جدا وفي نفس الوقت يازن بيكون قاعد وبيلعب وسيف بيسأله امك اتصلت بيك النهاردة لكن يازن ما بيردش عليه فسيف بيقفل اللعبة عشان ينتبهله ويازن بيتدايق وبيقوله قفلتها ليه فبيقوله عشان ترد علي وبيسأله السؤال تاني لكن يازن بيقوله ما اتصلتش وفي نفس الوقت نورة بتقول لتيا البنت بقت كويسها علشان تبقى تسمعي كلامي فتيا بتقول لها ان الموضوع ده اول مرة يحصل معاها وبعدين سيف بيسألهم زينة بعملة ايه فبيقولوله ان هي كويسة وتيا بتشكر امها على وجودها جنبهم وبعدين بتطلب منها ان هي تقعد تشرب معها قهوة لكن نورة بتقول لها ابوكي واخوكي مستنييني في البيت فسيف بيقول لها خلينا وصلك لكن نورة بتقوله ان السواق مستنيها برا وبعدين بتسلم على يازن لكن يازن مش بيرد عليها وبيلعب وبيفضل يقول قتلته فبتروح عشان تمشي وبتقف تتكلم مع تيا وبتحذرها من يازن وبتقول لها خلي بالك لان يازن تصرفاته غريبة جدا اليومين دول وبصي قاعد بيلعب ايه وعمال يقول قتلته وما قتلتوش وكمان ضرب رفيقه ودخله المستشفى فقاعد سيبي معا زينب لوحدهم فتيا بتقول لها ما تقلقيش مستحيل اعمل كده بس في الاخر برضو يازن وزينب اخوات فنورة بتقول لها اسمعي كلامي علشان ما ترجعيش في الاخر وتجيلي وتقولي ان كلامي كان صح وبتقول لها خلي بالك وبتسيبها وبتمشي وتيا بتكون وقفة وعمالة تفكر في كلامها وفي مشهد تاني اسيل بتكون قاعدة في البيت اللي هي راحت فيه وجرس الباب بيدرب فبتروح تفتح وبيكون الدكتور رفيق وجايب لها شوية حاجات من برة فاسيل بتقوله انا اسفى ان انا احتلت بيتك لكن رفيق بيقول لها ايه الكلام اللي انتي بتقولي ده انا كنت بفكر ارجع لهنا على طول والجو دلوقتي مناسب واتمنى يكون المكان عجبك فاسيل بتقوله ان المكان حلو وكمان هادي والبعد عن الناس ساعدها كتير لكن برضو مش قادرة تبطل تفكير وفي نفس الوقت تيا بتكون قاعدة مع سيف وبتقوله ان اصعب شيء انك تكون ام وتخاف على ولادك يحصل لهم حاجة امي دايما كانت بتقول الكلام ده لكن ما كنتش بصدقها وبعدين يازن بيقول لسيف ان هو طالع ينام وتيا بتقول لسيف ان هي شافت اسيل في الجمعية وعرفت انها قدمت استقالتها فسيف بيقول لها ان هو عنده علم فبتقوله هو فيه بينكم تواصل فسيف بيقول لها ان هو لما عارف من جمانة اتصل عليها برأي ان هي ما ينفعش تسافر وتسيب يازن وهو في الوضع ده لان هي برضو امه فتيا بتقوله براحتها لو عايزة تروح تروح يازن ما حصلوش حاجة وانت بعيد عنه واكيد دلوقتي مش يحصل له حاجة لو هو في مكان وامه في مكان وكمان يازن مش لوحده احنا معاه وهو مش ولد صغير وغير كده هو مش عايزها تكون معاه وانت شفت علاقتهم في الفترة الاخيرة كانت عاملة ازاي وده بينعكس على علاقته بالناس وكمان برفقاته فسيف بيقوم وتيا بتقوله انت رايح فين فبيقول لها ان هو هيدخل الحمام وبعدين بيتصل على اسيل وبيلاقي التليفون مقفول فبيتدايق جدا وبيقول انت فين يا اسيل وبعدين بيرجع لتيا وبيقول لها لما كلمتيني وقلتلي ان زينة بتاع بانا سبت المكتب ومشيت بسرعة وكان فيه ملفات مهمة لازم تتبعت النهاردة وان هو لازم يروح المكتب فتيا بتقوله خليها البكرة لكن سيف بيقول لها مش هينفع وبيصمم فتيا بتقوله ما تتأخرش وبعد ما بيخرج تيا بتقعد تفكر لما كانت لوحدها قبل ما يتجوزه وفي الوقت اللي هو جالها في حضانته وقالت له عرفت تهرب منها ازاي فقال لها قلت لها ان انا عندي شغل مهم فبتقوله هي صدقتك فقال لها ايوة عشان قلت لها ان الموضوع ضروري فقالت له هو احنا هنفضل نتقابل كده في السر لكن سيف قال لها لا قريب هتبقي امراضي قدام الناس كلها وفي الوقت اللي هي بتفكر فيه بتسمع حاجة بتتكسر فوق وزينب بتبكي فبتطلع تجري بسرعة على فوق وفي نفس الوقت يازم بيدخل عند زينب عشان يتطمن عليها لكن تيا بتجري بسرعة وبتاخدها من قدامه وبتقول لها ما تخفيش انا موجودة فيازم بيقول لها ان هو قصر الظهرية غصبا عنه فتيا بتزعق له وبتقول له لازم تخلي بالك زينب تعبانة وانا تعبت جدا لحد ما نيمتها فيازم بيقول لها صدقيني كان غصبا عني لكن تيا بتقول له حاسب على تصرفاتك في بنت صغيرة معاك في البيت طبعا يازم بيكون متفاجئ ان هي بتزعق له بالطريقة دي وبيسيبها عشان يدخل على قطه فتيا بتندهله وبتقول له ان هي متوترة شوية وبتطلب منه ان هو ما يزعلش وبتقول له تعالى نيمها سوا لكن يازم بيقول لها لا انا عايزة نام وبيسيبها وبيدخل على قطه وفي مشهد تاني اسيل بتكون اعدى مع رفيق وبتقول له فاكر من سنتين لما قلتلي ان انا امشي وارمي كل حاجة ورايا واسس حياة جديدة وابعد عن هنا فبيقول لها ايوة وقلتلي ان يزنت ولد هنا وانك مش هتروحي فاسيل بتقول له تلاقيك دلوقتي بتقول يا ريتك سمعت كلامي فرفيق بيقول لها احيانا لازم نغلط علشان نتعلم الدرس فبتقول له برأيك ان انا طولت لحد ما تعلمت وبرأيك ان غلطت لما استسلمت وكمان انت رجعت فبيقول لها مش مهم رأيي المهم الصوت اللي جواكي فبتقول له الصوت اللي جوايا تعب لدرجة ان انا احيانا ما بقيتش باسمعه فرفيق بيقول لها كويس اصلا ان فيه لسه صوت جواكي لحد دلوقتي وممكن يزن يكون زعلان النهاردة وكمان يفضل زعلان بكرة لكن طول ما انت وهو موجودين في الدنيا هتفضلي انت الغصن اللي هو بيتعلق به لما بيقع وانت كمان تركت فراغ كبير جواه وهم بيحاولوا يملوا الفراغ ده لكن يزن مش هيقدر ينساكي وتقدر تشوفي الكلام ده في نفسك يعني مثلا انت مهما كبرتي بتفضلي تحني لامك وفي نفس الوقت يزن بيكون نايم في القوضة وماسك التليفون وعمال يبص على الصور بتاعته هو واسيل وبعدها سيف بيوصل على البيت بتاع اسيل وبيروح على الباب وبيطلع مفتاح وبيدخل وبيقف جوة البيت وبيفضل يفتكر ذكرياتهم مع بعض وبعدين بيطلع على فوق وبيشم الملابس بتاعت اسيل وبيمسك الصورة بتاعت اسيل ويزن وبيعود على الارض وناديم في نفس الوقت بتبص من الشباك وبتلاقي بيت اسيل منور فبتستغرب جدا وبتتصل على اسيل لكن بتلاقي التليفون مقفول فبتروح على هناك وبتتفاجئ ان سيارة سيف وقفة برة فبتضرب الجرس لكن محدش بيرد عليها فبتطلع التليفون وبتتصل على سيف لكن برضو سيف مش بيرد فبتفتح الباب المفتاح اللي معاها وبتدخل وبتفضل تنده على سيف وبتطلع فوقه بتلاقيه قاعد على الارض وعمال يبكي فبتقوله انت بتعمل ايه هنا فسيف بيقول لها انت شايفاني باعمل ايه فناديم بتسأله وبتقوله ازاي دخلت البيت فبيقول لها ان هو سرق المفتاح بتاعيزن وبيسألها اسيل راحت فين فبتقوله انت ملكش دعوة هي راحت فين وما انفعش كمان ان انت تكون موجود هنا يلا ام روح على بيتك فسيف بيقول لها انا هروح على بيتي لان ده ما بقاش بيتي صح يا نادين اسرخي وزعائي فيا انا اصلا بستاهل كل ده قوليلي ان كان همي الوحيد هو يزن واسيل كمان راحت ويزن بقى معاك واصلا اسيل قالتلي اللي انت عايزه حصل وبيفضل يبكي وهو منهار فناديم بتقوله مش بس اسيل الكل بيعرف ان اللي انت عايزه حصل فسيف بيقول لها انا من الاول ما كنتش عايز اوصل لهنا صدقيني فناديم بتقوله ما لكنت عايز ايه مش كان هدفك ان انت تنتقم من الكل وانا وسالم اتطلقنا واسيل وبعدت عن يزن المفروض تكون مبسوط بعد كل اللي حصل فسيف بيقول لها ان هو مش مبسوط وانه كان عايز علاقته بيزن تكون طبيعية زي ابو وابنه علشان كده لما اسيل بعدتني عن يزن اتجننته وبقيت عامل زي الوحش فناديم بتقوله خلاص كنت عايز كده ومش عايز كده يزن بقى عندك في البيت تقدر تقولي انت بتعمل ايه هنا دلوقتي فسيف بيقول لها مش عارف انا بعمل ايه هنا صدقيني رجلية هم اللي جابوني على هنا واساسا كل ما جي على البيت ده حطانه بتقولي ان هو ما بقاش بيتي وبحس ان انا بموت فناديم بتقوله انت اللي عايز كده لان انت كنت عايز قصة حب جميلة وبتجنن وقررت ان انت تروح وتخون وقاعد دلوقتي بتبكي زي الاطفال الصغيرة للأسف يا سيف اسيل ما بقيتش امراتك وتي هي اللي امراتك وعندك منها بنوتة ولازم تكون عندهم وما تكونش هنا وكمان ما تنساش ان انا ما بقيتش في حياتك علشان افضل اصلح وراك اخطاقك وسيف بيكون قاعد وماسك الصورة وعمال يبكي وفي نفس الوقت اسيل بتكون قاعدة وماسكة صورتها معيزا وبتفتكر الكلام اللي قاله لها الدكتور رفيق وكمان بتفتكر الحلم بتاع امها لما قالت لها ان هي خسرت ابنها وبتقول مستحيل تخلى عن ابني او اسيبه ومش هكون زيك يا امي وبعدها ام سامر بتكون قاعدة في قدتها وبتقول الزنب مش زنبك لوحدك وزنبه هو كمان وبعدين عماد بيكلم بشير في التليفون وبيقوله انه هو لما شافها معرفهاش لانه من زمان ما شافهاش دول اكتر من عشرين سنة ولما قالت اسمها وبصتلي فتكرتها فبشير بيقوله برأيك هي ليه بتقرب من نورة فعماد بيقوله مش عارف بس لو هي جاية عشان تحكي لنورة اللي حصل نورة هتتجنن مني وممكن تقوم بيننا الايامة وانا اصلا اديت لها الفلوس دي كلها علشان تفضل سكتة بس لو تكلمت وفي الوقت ده عمات بيتفاجئ ان نورة دخلت عنده فبيقول لليبشير نتكلم في وقت تاني ودي كانت سريعا احداث الحلقة التلاتة واربعين من مسلسل الخائن استنونا في الحلقات الجاية ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس